لا تخل الساحة العراقية من أخبار شبه يومية تأتي من السجون الحكومية في العراق عن معاناة المعتقلين وظروفهم السيئة في ظل اكتظاظ الزنازين بنسبة تصل إلى 300% بالنسبة للقدرة الاستيعابية تقارير الصحفية ذكرت أن هناك تعتيماً إعلامياً على الانتهاكات التي تمارسها السلطات الحكومية ضد المعتقلين وذويهم خصوصاً في سجن الناصرية الذي يشهد إضافة إلى الانتهاكات غياب الظروف الصحية التي أدت إلى وفاة العديد من المعتقلين نتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة التقارير كذلك كشافت أن عمليات الاعدام التي يجري تنفيذها ضد المعتقلين بناء على وشاية المخبر السري يتم وفق دوافع انتقامية وبناء على محاكمات لا تتوافق مع معايير الحقوق المدنية وبينت أن تلك العمليات شكلت جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والإعلامية خلال السنوات الماضية وأوضحت التقارير أن ما يجري في المعتقلات العلنية يعد وصمة عار لكل مفاهيم حقوق الإنسان ومؤشراً لحجم الكارثة الحقيقية فيها داعية إلى إنهاء هذه الفضائع بتفعيل قانون العفو العام قانون العفو العام يثار بشأنه جذل سياسي حيث لا تزال القوى النافذة تماطل في إقراره حتى يفرغ من محتواه الأساسي بحيث لا يشمل عشرات آلاف المعتقلين بدوافح طائفية وبتهم كيدية إذ إن هذه القوى عبر ميليشياتها المسلحة هي من تورطت بجرائم الاعتقال والإخفاء القسري ويقول مراقبون إن مأساة المعتقلين تعد جزءاً من سلسلة طويلة تمتد حتى سجون الميليشيات السرية التي يقبع فيها مئات الآلاف من المخفيين قسرياً ولا يعرف حتى الآن عن مصيرهم شيء إلا ما يتضح من خلال المقابر الجماعية التي تكتشف تباعاً من حين إلى آخر ترجمة نانسي قنقر